استعرضت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة عددا من المضبوطات الممنوعة منها آثار وعملات مزورة أفدى مدير الأمن بالمهرة العميد مفتي صمودة خلال مؤتمر صحفي بأن الأجهزة الأمنية ضبطت كميات عديدة من الممنوعات كانت تستهدف مصر والسودان واليمن في سياق متصل أعلنت قوات الأمن بالمهرة ضبط سبعة أشخاص من مروجي ومتعاطي المخادرات في أماكن ومواقع مختلفة بمديرية الغيظة وفدى نائب مدير الأمن في المهرة العقيد أحمد رعفيت بأنه جرى مداهمة عدد من أماكن المروجين والمتعاطين وضبطهم متلبسين في ساعات متأخرة من يوم الثلاثاء الماضي وأوضحان التحقيقات مستمرة مع المضبوطين إلى أن تستكمل ملفاتهم وتتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص لأخذ جزائح الآثار المزورة التي تم ضبطها في محافظة المخدرات وأنواعها السموم والخمورات هذه كلها ضبطها عبر التهريبات من قبل العناصر الأجرامية وهم الأشخاص الذين لهم سوابق في هذه الجرائم فأنتم أيها الشباب أيها الضباط والأفراد محافظة المهرة هذه أنجازاتكم وهذا عملكم والكل يتشرب بهذا الأمر وترفعوا رؤوس قياداتكم أنتم أيها الضباط هذه أنجازات التي تم ضبطها في المحافظة وقامة الأجهزة الأمنية والبحث الجرائي بالإجراءات الكاملة من إعداد معظر ضبط والتحقيق والكافة الإجراءات القانونية ويحالتها إلى جهة ذات الاختصاص النيابة العامة وكانت سرطة محافظة المهرة بمختلف وحداتها الأمنية دشنت عمليات واسعة لضبط ومكافحة المخدرات وقال مدير الأمن بالمهرة العميد مفتي صمودة إن هناك جهات فشلت في تقسيم أبناء المحافظة فلجأت إلى تهريب المخدرات لتدمير المجتمع مضيفا أن كل متعاطي المخدرات والمتاجرين بها سينالون العقاب الرادع وفقا للقانون وأن الأجهزة الأمنية لن تتهاون معهم نحن سنقوم بحملات نزول توعوية على مستوى المديريات الساحلية والمديريات السهراوية للقضاء هدفناه أساساً هذه الحملة هي التنشيد ودعم الأخوان الذين يقوموا جهد كبير في البحث الجنائي في هذا المجال وقضوا قيمة بعض الندوات وبعض المحاضرات ونشكر كل من ساهم وتفاعل وسوف يتفاعل في إنجاح هذه الحملة التي تم العداد لها وبإذن الله سوف تتحق النتاج المرجوة منها مطلوب منكم التضحي والتفاني والدفاع في هذه الفترة أو غيرها تكونوا على عوضة استعداد عند حالة الطلب هذا وشدد العميد صمودة على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع اليقظة والحس الأمني وحماية المواطنين في المهرة وثمن العميد صمودة خلال ترأس اجتماعاً لمديري الأمن بالمديريات وفروع الوحدات الأمنية الجهود التي تبذلها السلطة المحلية بالمحافظة لدعم الأمن وتمكين أجهزته من العمل بشكل فعال